من دواعي سعادتي أن أشارك معكم في مؤتمر مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أشد على أيدي هذا منظمي هذا المؤتمر والذي يعتبر ظاهرته ظاهرة خطرة جدا على حسب الإحصائيات التي تتوفر لنا فإن في أقليم كردستان ترتفع إحصائيات هذه الظاهرة وهذا يعتبر بمثابة ناقوس الخطر لمجتمعنا حكومة أقليم كردستان مصرة جدا أن تعمل وبتوسع حول مسألة مكافحة هذه التهديدات الجادة وسوف تبذل قصارى جهدها لكي تمنع مزيد من الانتشار لهذه المواد وفي هذا الإطار وفي عام 2020 تم إصدار القانون رقم واحد لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أقليم كردستان وتمت المصادقة على هذا القانون وعلى هذا الأساس يجب أن تنسخ كافة الأطراف في أقليم كردستان على تطبيق هذا القانون